إن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الناس على بعض وفضل بعض الأماكن على بعض فمن تفضيله سبحانه وتعالى أن فضل مكة على بقية البقاع قال سبحانه وتعالى كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فسمى مكة أم القرى قال تعالى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فمكة أفضل البقاع وكذلك جعل للمدينة فضلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم وسمها طيبة وطابة قال من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل لأن المدينة لها فضل وفضل الله سبحانه وتعالى بعض النبيين على بعض قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وفضل سبحانه بعض الأيام على بعض ففضل هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي قال فيه سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فضل هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر جعل الله سبحانه وتعالى فيه ليلة مباركة قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة بالذات ليلة القدر ليلة مباركة ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة فيها كألف شهر يعني تساوي عبادة 83 سنة وزيادة أشهر عبادة في ليلة واحدة قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القدر سميت بهذا الاسم بليلة القدر والقدر قيل من التغدير يعني بتكتب فيها أعمال العباد قال تبارك وتعالى فيها يفرق يعني في هذه الليلة يكتب تكتب أعمال العباد وتكتب في هذه الليلة ما يفعله العباد وما يأتيه الناس من عمل يكتب في ليلة القدر والعلمة قالوا ذا يسمى بالتغدير السنوي أعمال الإنسان بتكتب بتقدير حولي دبت على ليلة القدر وبتقدير عمري يكتب ما يعمل الإنسان كله في عمره كله بيكتب ويكتب في كل سنة ويمحو الله ما يشاء ويثبت ويكتب الله تبارك وتعالى أجال العباد وتقدير العباد في هذه الليلة المباركة لذلك قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال العلماء فيها ليلة القدر سميت بليلة القدر من القدر أي التضييق يضيك فيها في هذه الليلة لنزول الملائكة أي تضييق الأرض بكثرة نزول الملائكة الملائكة بتنزل في ليلة القدر كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة الملائكة تنزل تنزل الملائكة والروح الروح جبريل عليه السلام فمن كثرة نزول الملائكة في ليلة القدر تضييق الأرض حتى قال من قال من العلماء إنه ما يحدث في الشمس في يوم ليلة القدر الشمس بتطلع بيضاء كالطسط يعني لونة ما بتطلع بالشكل المعروف لونة أبيض بعدين ما عندها شعاع قالوا لكثرة وجود الملائكة في الأرض فتضييق الأرض بكثرة الملائكة لذلك سميت بليلة القدر أي من التقدير أي التضييق وقيلة سميت بليلة القدر للعظمة لأن القدر المكانة إنسان ذو قدر يعني ذو مكانة وذو عظمة فليلة القدر سميت بذلك لهذه الأسباب ولهذه العلل التي ذكرها العلماء والصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال لهم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وجاء في حديث آخر قال التمسوها لتسع بقينة ولسبع بقينة وهكذا والحديثان يدل الأول على إنها في الوتر من رمضان ليالي الوتر يعني ليلة واحد وعشرين ليلة خمسة وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين هكذا في ليالي الوتر من رمضان والحديث الثاني يدل على أنها في ليالي الشفعي من رمضان والراجح إنها في ليالي الوتر من رمضان ليلة خمسة وعشرين تسعة وعشرين سبعة وعشرين وبعض أهل العلم قال هي في ليلة سبعة وعشرين فقط كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات سبعة والأراضين سبعة والإنسان يأكل من سبعة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شغغنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائغ غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الإنسان قال يأكل من سبع قال ويسجد على سبع يدين اثنين والرقبتين وأطراف القدمين ستة والرأس واحد سبعة قال يسجد على سبع ويأكل من سبع والسماوات سبع والأرضون سبع قال وليلة القدر في سبع سبع وعشرين من رمضان هذا من تأويلات تأويلات ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومن فقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنها في سبع وعشرين من رمضان ولكن العلماء قالوا الراجح أن ليلة القدر تكون في ليالي الويتر من رمضان قال التمسوها إذن ما هي ليلة القدر هي ليلة مباركة لأن كثير من الناس يظن أن ليلة القدر هي مثلا نور بجلزول معين يقول لك جاءتني ليلة القدر جاءتني أنا هي ما بتيجيك أنت هي ليلة عامة لكل الناس وشياتك أنت براك الناس بظن جاء لنور بالشباك ودخل عليزول وكذا كأن ليلة القدر هذه حاجة بتيجي لزول معين ربنا سبحانه وتعالى قال سلام هي سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الملائكة تنزل من كل أمر يعني تدعو للمؤمنين تستغفر لهم تؤمن على دعاء من دعاء من المؤمنين ولذلك الليلة دي البركة اللي فيها إن العبادة فيها مضاعفة عبادة الليلة الواحدة كعبادة 83 سنة وزيادة أشهر والدعاء فيها مستجاب لأن الملائكة بتأمن على الدعاء والملائكة بتستغفر للمؤمنين عشان كده يا أخواننا الإنسان يحرص على هذه الليلة يحرص على طيب يا أعمل شنوه يحرص على هذه الليلة بالقيام أولا بقيام ليلة القدر والإنسان لك يدرك قيام ليلة القدر يحرص على قيام العشر الأواخر كلها وما هو القيام القيام باقتصار صلاة التراويح حافظ عليها ما تتغيب عنها لأي سبب من الأسباب حتى لو ما أدركت صلاة التراويح مع الجماعة صلي في بيتك 11 ركعة صليها هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فيصلي الإنسان 11 ركعة لو صليت مع الجماعة أفضل لو ما أدركت صليها في بيتك ما تفرط في صلاة التراويح أو صلاة القيام في ليالي العشر الأواخر من رمضان وحافظ عليها وحافظ كذلك على الاستغفار والدعاء في هذه الليلة المباركة والليالي كلها مباركة لكن بالذات لكي تدرك ليلة القدر وتكون ممن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا يغفر لك ذنبك إذا أدركت ليلة القدر لكن قمتها إيماناً بأن الله سبحانه وتعالى شرعها وفضلها واحتساباً أي تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة المباركة سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركنا ليلة القدر قال قول ده الدعاء المأثور اللي يقول الإنسان في هذه الليلة المباركة ممكن يدعو بغيره لكن هذا أفضل دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه هذا الدعاء ممكن تقول غيره ادعو بما شئت في هذه الليلة المباركة والإنسان يا أخواننا لو حرص إن الليالي الأخيرة دي يقوم كلها ويصلي فيها من الليل كده أدرك ليلة القدر أدرك ليلة القدر أدرك الدعاء المستجاب أدرك الفضل بتاع نزول الملائكة وهو يتعبد حيث تنزل الملائكة أدرك إن عبادة وحدة تساوي عبادة كم تمانين سنة أدرك كل هذا الفضل في قيام ليلة واحدة والليلة دي لا توجد إلا في رمضان ويحرص الإنسان فيها على كثرة الدعاء عشان كده من الدعاء ومن الأوقات الطيبة فيه وقت السحر حتى في ليلة القدر وقت السحر لأن ربنا سبحانه وتعالى قال سلام هي حتى مطلع الفجر إذن الليلة دي تبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر سلام هي تدعو الله سبحانه وتعالى فيها بما شئت من الخير وأي دعوة أنت تدعوها من الخير ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بها إحدى خصال ثلاثة واحدة من ثلاثة إما أن تعجل لك الإجابة يعني ربنا يديك طوال الحاجة اللي أنت دايرة زل يقول داير شفاء للمريض بتاعه أو داير مال أو داير علم طوال يستجاب لك مباشرة ممكن ربنا يستجاب لك مباشرة كويس وممكن الحاجة التانية ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من الأجل مثل الدعاء بتاعك داير علم يديك أجر قدر دعاءك داير يوم القيامة عشان كده في ناس الواحد لما يدعو ربنا وما يرى الاستجابة يعني يكون عنده دون مريض يدعو الله يا ربي يا ربي تشفيه ويدعو ويدعو ومريضه لسه مريض في محله ما يستجاب له في يديه فيظن إنه ربنا سبحانه وتعالى ما استجاب له يقوم يعمشنه يلجأ لغير الله سبحانه وتعالى يقول لك الله دعيناه وهذا دوني عيان في بحله بعد ذلك أنا بشوف شيخي بس يقعدين دا يا شيخي ويا فلان ويا فلان وينادي فيهم ظن شنو إنه ربنا ما استجاب له إذن ربنا ما بيستجيب الدعاء البستجيب الشيخ أو ظن إنه ربنا ما بيستجيب إلا يجيو عن طريق واسطة ألا وهو الشيخ والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة ليس كما يفعل العباد اللي لو زول رئيس أو مدير بتعمل أو غيره بتعمل مؤسسة إن تدار تصليه لا بد تصليه بواسطة زول بيحبه أو بعظمه أو بخاف منه تمشي لها عن طريق الواسطة شان يقبل منك ما تريد ويديك أما الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح للعباد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب القرب هنا ما قرب الذات إنما القرب قرب الإجابة لأنه قال لك قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شكد في ناس لما الواحد منهم ما يستجاب له في الحاجة اللي قال بالذات داير حاجة معينة مثلا الولادات ما عندي حق الكسوة يا الله تديني حق الكسوة لأولادي لفرحة العيد طلب كويس ما فيه مشكلة لكن قد ما يستجاب لك وأولادك عيدوا بالملابس القديمة فيظن بعض الجهال واللي في قلوبهم مرض واللي عندهم شك في ربهم واللي لبس عليهم إن ربنا ما يستجيب مباشرة إلا أنت تجيب عن طريق ولي من الأولياء الصالحين ولا شيخ من المشايخ المحروفين تدعو الشيخ بعد ذاك ربنا بيستجيب لك عشان الشيخ ذا عشان خاطره ربنا بيستجيب لك لا ده باطل الله تبارك وتعالى يقول وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنَينَ يعني لما تدعو الله وتدعو غير الله أنت جعلت إلهين اثنين لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهابون إله واحد معناه حتدعو واحد دعيت غيره معناه جعلت إله غيره جعلت إله غيره أشركت بالله سبحانه وتعالى وربنا ما يقبل منك شيء ولا الصيام ولا الصلاة ولا القيام ولا يقبل منك عبادة لذلك عباد الله نحرص على الدعاء في الليالي المباركة القدامنا دي اللي هي تبدأ من ليلة الليلة مش ولا ليلة بكرة تغريبا ليلة اليوم تبدأ الليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر توقع في أي يوم من العشر الأواخر تكون ليلة القدر توقع في أي يوم أسأل الله عز وجل وأدعوه وإذا ربنا ما أدىك اللي انت داير بالضبط معناها إما أخر ليك الإجابة ليوم القيامة تلقى أجر تلقى أجر يوم القيامة حتى بعض الناس كما ذكر يقولوا ليتنا لم يستجب لنا لو أن يجي لكي أجر كتير يوم القيامة أنت داعيت يالله تديري كده وديري كده ودائر قروش وما تعرف دار لي أرض ودار لي حواشة بجاي ودار لي حمار بيتريلة ودار كده وكله ما لقوا يلقى أجر بعدين يوم القيامة كده ما تكسل من الدعاء قال أو يرفع عنه من السوء مثلها أنت ما عارفه فيش رنازل عليك أنت ما عارف حاجة أعيش حياتك عادي الرعد المنزل من السواف وقد يصيب مناطق معينة ويضرب ناس قد يكون في رعدة نازلة في بيتكم وحتكتل واحد من أولادك لكن ربنا صرف عنك بيشنو بإنك أنت دعيت قلت يا ربي تشفي لي مريضي فلان مريضك ما شفي لكن ربنا أدىك صرف عنك من السوء مثلها ربنا صرف عنك سوء إذن يا أخوانا الدعاء إما يستجاب وإما تلقاجر وإما يصرف عنك من السوء مثله قال العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم إلا الدعاء يكون محرم في ذاته زي ما تقوم تدعو على ذول وما أدرك به حاجة ذول ما عند معك مشكلة تدعو عليه بالشر ما يستجاب ربنا يقول أدعو ربكم تضرعا وخوفيا إنه لا يحب المعتدين المعتدين ده شنو؟ زول أكلك في جروش عشر جنيه عشر جنيه بس تدعو عليه وتقول يا الله تكتله وتكتل أولاده وتريحن منها لجت ده فيه إثم ده تعدي يا أخي شاء منك عشر جنيه تكتله ولذلك الإنسان يدعو إذا دعا يدعو ربنا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوكبتم به تدعو على الإنسان وبعدل شان يستجاب دعاك زول ظلمك تقول يا ربي أنتقم من الزول اللي ظلمني ده بعدلك تدعو بالعدل ما تجور في الدعاء ما يقبل دعاك ولو دعيت على إنسان وذاك الرجل لم يظلمك بشيء ما يستجاب الدعاء وفي نفس الوقت يستجاب الدعاء للمظلوم النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم أمواله واتق دعوة المظلوم المظلوم يستجاب له في الدعاء قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويستجاب دعوة الوالد شان كده الناس تعمل حسابة ما تدعي أولاد في هذه الأيام المباركة بالذات عموما ما تدعيون لكن في الأيام دي بالذات خاصة النساء في لسانهم عادي جدا الولد تعال يا أفلان تجيك الطاوي أحباله وتجيك شنون وتجي على دعوة الوالد مستجابة تدعى له قد يستجاب تقول له تجي مكسر طيب لو جاك مكسر بتقعه تبكي أسي لو جاك مكسر انت أول وحدة بتبكي وبتلأسر انت أول وحدة ما تدعي عليه الولد لو غلط أدبيه بأي نوع من أنواع الأدب الأدب قد يكون بالضرب الأدب قد يكون بالتوبيخ والزجر والتهذيب كل من أنواع الأدب لكن ما تدعيه ما تدعى له بالشر ولا تدعى له بالسو لأن السود قد يستجاب دعوة الوالد لولده مستجابة إن كانت بالخير مستجابة لو كانت بالشر برضو مستجابة فالإنسان يحذر من الدعاء المحرم ويحذر من الدعاء على إنسان بالظلم ويحذر من الدعاء على الإبن والجنة يحذر من الدعاء له بالسو ويحذر الإنسان في خلاصة الأمر يحذر من دعاء غير الله سبحانه وتعالى العرب يدعو ربه لانه رب اللي خلقه خلقك ادعوه ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وتكفل بشؤوننا طلب مننا ندعو او امرنا ندعو ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم طيب اللي بخلينا ندعو غير الله شنو زي ما بعمل ناس كثير الليلة وبظنه ان الدعاء بتاعه عبارة عن احترام للاولياء واحترام للصالحين وتقدير لهم لا يا اخوانا دا ما احترام لهم ولا تقدير لهم بل دا من الاساء للأولياء ومن الاساء لله سبحانه وتعالى لانو النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن عباس ما قال ليه في الشدائد ادعوني وانا سيد الاولياء وهو بالجد سيد الاولياء قال له اذا سألت فاسأل الله ما قال لا سألنا فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ما قال لا استعن بينا معين النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولياء وسيد الصالحين اذا يا اخوانا خلاصة الامر جدامنا ليلة القدر في الأيام المباركة التي قدامنا نحرص على القيام ونحرص على الصيام من فوج صلاة التراويح نصليها حتى لو ما أدركناه في المسجد نصليها ولو في البيت نحرص على الدعاء والدعاء خاصة وقت السحر يعني من تصحى للسحور قبل الأزانة التانية حتى لو صحيت الأزانة الأول بين الأزانة الأول والتانية وقت مبارك وقت الصلاة وقت دعاء أدعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ربنا إما يديك اليوم مباشرة وإما يديك الأجر وإما يصرف عنك من السوء نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا في شهرنا هذا اللهم جعلنا من العتقاء في هذا الشهر المبارك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على نبينا محمد وقومنا الصلاة